اشتركوا في القناة في الجزء الثاني من الفيديو الأهم في أخبار المنتخب الحالة الصحية لبغداد بنجاح بحسب الأخبار التي لدي اللجنة المنظمة أبلغت البعثة الجزائرية أن اللاعب ممنوع من المشاركة وبغداد لن يشارك إلا بعد الحصول على إذن اللجنة الطبية للفيفا هذا لا يعني أنه لن يتدرب بنجاح يكون قد خاض حصات بدنية عادية وفي أحسن الأحوال سيخوض جزءا من حصة المنتخب اليوم اللجنة الطبية للدورة وبحسب المعلومات التي لدي منحت بغداد مهلة 48 ساعة من ساعات الإصابة قبل العودة لأنه وقتها سيتم التأكد بأنه بخير يعني حتى لو يكون بخير قبل 48 ساعة فلن يشارك على العموم بنجاح أمامه حصة غد كاملة وفي حال كان بخير سيشارك فيها وسيشارك في لقاء يوم السبت لكن قبل ذلك يجب أن يحصل على الترخيص أطباء المنتخب وحتى اللاعب ليسهم من يقرر عودته للمشاركة في اللقاءات بخصوص حكم اللقاء فقد تم تعيين الحكم البرازيلي ويلتون بيريرا سامبايو وهو حكم برازيلي خبير ولديه رصيد عديد من المشاركات وهو حكم أيضا دولي منذ العام 2013 الملاحظ أن هذا الحكم هو حكم لقاء قطر وعمان في الدور الأول وهو اللقاء الذي أثار الكثير من الجدل بسبب اتهام العمانيين للحكم بمساعدة قطر على عساب منتخبهم باحتسابه ركلة جزاء غير صحيحة وأيضا هدف غير صحيح في الدقيقة السابعة والتسعون لأن الكرة لم تتجاوز الخط بحسبهم دائما هذه هي صورة الهدف إن شاء الله يكون موفق وفي يومه ضد الخضر بخصوص الاحتجاج الذي قيل أن الفاف قدمته لللجنة المنظمة ضد الحكم الأرجنديني ومساعده بخصوص تجاوز الكرة لخط المرمى قبل ركلة جزاء مصر الأمر غير صحيح رغم أن قناة الكأس هي من أوردت الخبر الفاف قالت في بايا الرسمي أن الأمر غير صحيح وأنها لم تقدم أي احتجاج للفيفا الرعي الرسمي للمسابقة لا أعلم لكن بعض العارفين قالوا أن الاحتجاج أصلا غير قانوني والفاف كانت ستورط نفسها لو تقدمت باحتجاج فعلا قبل أن ننتقل لأخبار المحترفين نشير لتصريحات مدرب العربية السعودية الفرنسي هيرفي رونار رونار أدل بتصريحات اليوم لمجلة 11 مونديال الفرنسية ورشح الجزائر للفوز باللقب التقني الفرنسي قال أن الجزائر منتخب جيد وبالماضي مدرب رائع استطاع أن يحافظ على روح الانتصارات منذ وصوله للإشراف على العارضة الفنية وحول مرشحيه للفوز باللقب قال رونار أن الجزائر مرشح قوي إلى جانب السينيغال وأيضا الكاميرون أصحاب الأرض أخبار محترفين نستهلها به الناس أدم الناس يلعب حاليا لقاء لستر سيتي في الدور الأوروبي الجزائر شارك كأساسي لأول مرة منذ بداية الموسم والرائع أنه استهل المنافسة بهدف في الدقيقة الرابعة بدأت تسجيل هذا العدد بعد بداية لقاء نابولي بعشر دقائق أتمنى أن يكونوا الناس قد سجل الكثير من الأهداف إن شاء الله الهدف تجدونه في صندوق الوصف مع المصادر أعلن موقع هوسكورد العالمي الخاص بالإحصائية والأرقام عن تشكيلته المثالية للدور الأول من دور مجموعات دور أبطال أوروبا تشكيل زينها اسم المتألق الجزائري رياض محرز رياض محرز وكما هو ملاحظنا لتقييما مميزا 7.88 ساعده على التفوق على جميع الأجنحة في أوروبا رياض بالمناسبة حصل على هذا التقييم بفضل تألقه الدائم حيث سجل خمسة أهداف وكان دائما أحسن لاعبي السيتي في المسابقة قبل لقاء صهرات اليوم والذي جمع بين نابولي والإستر سيتي في الدور الأوروبي أدل مدرب نابولي لوسيانو سباليتي بتصريحات الإعلام الإيطالي تصريحات تكلم فيها عن لاعبه الجزائري فوزي غلام ووصفه بالبطل سباليتي سئل عن تاريخ عودة غلام للمشاركة كأساسي حيث تأخر كثيرا في المشاركة رغم شفائه الكامل مدرب نابولي قال أن رؤية غلام باتت قريبة وقريبة جدا وأنه لاعب بطل ويقاتل دائما لمساعدة فريقه تصريحة سباليتي تؤكد أن عودة غلام للتدريبات والمشاركة بديلا لا يعني بدا أنه جاهز وأن اللاعب يقوم بعمل كبير في الأسبوع الماضية للتواجد أساسيا وليس فقط كبديل وهو الهدف الأساسي غلام في حال بقائه في نابولي طبعا سيلعب كثيرا في النصف الثاني من الموسم صدمة كبيرة تلك التي تعرض لها الدولي الجزائري مهدي عبيد لاعب النصر الإماراتي عبيد الغائب عن كأس العرب الحالية بسبب الإصابة قد يغيب عن الكام أيضا ليس لتوضع مستوه ولكن لأن النصر قد قرر وضعه في قائمة المسرحين صحيفة الخليج الإماراتية قالت أن مدرب نادي النصر دياز بات مقتنعا تماما بمستوى عبيد والذي بات مستوه سيء طبعا التقن الأرجنتيني يرى أن عبيد ليس مفيد وعلى الإدارة تغييره في مركعة الشتاء المقبل الدولي الجزائري الذي كان يأمل في العمل بقوة في الفترة المقبلة من أجل التواجد في تربص الخضر الذي يسبق الكام بات الآن مطالبا بالبحث عن فريق صحيح أنه خبر سيء لكن ربضارة نافعة عودته لأوروبا ربما قد تعيده للمنتخب مستقبلا لأن مستواه أصبح كارثيا منذ وصوله للإمارات نشط مدرب كورتري الجزائري كريم بالحسين ندوة صحفيا يوم الخميس للحديث عن لقاء الجولة المقبلة من الدوري ندوة استغلها لطمأنة أنصار ندي على حالة لعبهم الجزائري الآخر عبدالقهار قادري قادري الذي غاب عن لقاء الجولة الماضية يكون قد غاب بسبب الإصابة حيث كشف بالحسين أنه تعافى بشكل شبه نهائي من إصابته وأنه سيكون حاضرا في لقاء فريقه المقبل حدث ما كان متوقعا واستقال مدرب بيزيكتاز سيرجين يارتشين استقالة يارتشين أحزنت الجميع بمن فيهم غزال لكن الصحفة التركية بدأت تتحدث عن مرحلة ما بعد يارتشين وكيف سيؤثر ذلك على التولي الجزائري صحيفة فوتوسبور التركية قالت أن غزال سيكون أكثر اللاعبين تعثرا برحيل يارتشين لأنه ببساطة اللاعب الأكثر تعثرا في خطط المدرب التركي وقد يحدث له ما حدث للعبين السابقين كانوا نجوما وطردوا بعد رحيل مدربهم المفضل المصدر ذاته قال أن للأمر شقين قدوم مدرب تركي محلي وهنا سيكون على المدرب أن يجد لنفسه مكانا وبما أن غزال محسوب على يارتشين فإنه قد يدفع ثمن ذلك أما في حال تعيين مدرب أجنبي فإن غزال سيعيش الضغط لأن المدرب الأجنبي لا يعرفه وسيعامله مثل معاملة الجميع رحيل سيرجين يارتشين خبر سيء جدا لغزال وشخصيا أتوقع أن يتعثر وقعه في بيزيكتاز ولو أنني لا أتمنى ذلك مباشرة بعد أن أصبح وضع بودبوز جيدا في نديه أقالت إدارة سانتيتيان مدرب الفريق كلود بيال وهو ما جعل الكثيرين يتحدثون عن عودة رياض بودبوز للمعاناة الأمر لن يحصل بعد تعيين المدرب الجديد جوليان صعبلي هذا الأخير وفي تصريحات له اليوم أكد أن بودبوز سيكون من بين اللاعبين الذين سيعتمد عليهم ليس هذا وحسب بل سيكون من بين اللاعبين الذين سيشاورهم في قراراته الفنية التي سيتأخذها بحكم سنه وأيضا تجربته الكبيرة خبر رائع جدا لبودبوز الذي سيواصل أساسيا وسيواصل عفونا العمل على لفت أنظار النخب الوطن جمال بلماضي سواء لكان الكاميرون المقبل أو ما يليه إلى هنا يكون عددنا لنهار اليوم قد انتهى نلتقي غدا في عدد جديد السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر